ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن البوكو اكس 5 برو الفيديو اللي فيها تتكلمت عن البوكو اكس 5 5 جي العادي لو انت حابب تاخد فكرة عن الموبايل حسيب لك اللينك في خانة الوصف اسفل الفيديو وعلشان نعرف كل شيء عن الموبايل بالتفصيل والمواصفات والمميزات والعيوب والسعر صلوا على النبي وتعالوا نبدأ مع بعض الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد يا ربي دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة حبدأ معكم بالمواصفات العادية للبوكو اكس 5 برو واولا التصميم الموبايل مصنوع من خامات بلسكية بالكامل سواء الظهر او الاطار الجانبي والوجهة الامامية طبعا مصنوعة من الازاز والموبايل مضاد للماء والغبار بشهادة اي بي 53 اما ابعاد الموبايل الطول 162.9 ميلي والعرض 76 ميلي والسمك 7.9 ميلي والوزن 181 جرام التصميم كويس مفهوش اي مشاكل وكمان وزن وتخانة الموبايل مفهومش اي مشاكل وكمان الموبايل بيدعم بصمة الاسبع موجودة على زر البور وبيدعم خاصية الفسألوك او التعرف على الوجه او بصمة الوجه وكمان الموبايل بيدعم خاصية الانفسيلة دفع الالكتروني الزكي او نقل الملفات عن كرب وبيدعم خاصية الوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية وبيدعم الصوت للسيريو علشان الصوت يكون ناقي وواضح وبيدعم منفذ سماعات الأذن سماعات الهند فري وكمان الموبايل بيدعم خاصية الـ IR بلستر للتحكم في الأجهزة الكهربائية أما نظام التشغيل للبوكو إكس 5 برو أندوريد 12 مع واجهة MIUI 14 دي المواصفات العادية اللي موجودة في البوكو إكس 5 برو نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتحكم على أداء الموبايل وبتكرر هتشتريه ولا لا والبداية مع الشاشة واللي بتكون من نوع الأموليد بحجم 6.67 بوصة بجودة الـ Full HD Plus بدقة 1080 في 2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز الشاشة هتكون سريعة في كل الاستخدامات ومعدل سطوع 900 شمعة والشاشة بتدعم خاصية الـ HD R10 Plus وعليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلس الجيل الخامس وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين الشاشة بالأرقام هتقدم أداء كويس جدا في كل الاستخدامات أولا لأنها من نوع كويس وهو الأموليد وكمان بجودة عالية والأهم إنها بتدعم معدل تحديث 120 هرتز فبالتالي في كل الاستخدامات هتكون سريعة وسهلة ما فيهاش أي مشاكل أما مساحة تخزين البوكو إكس 5 برو أكتر من إصدار الإصدار الأول رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بيط ورام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بيط وطبعا الموبايل بيدعم ترتيب كارت ممري علشان تزويد المساحة الخارجية أما عن أداء البوكو إكس 5 برو المعالج من شركة كوالكوم السناب دراجون 778 جي 5 جي ثمان النواة بدقة تصنيع 6 نانو متر المعالج هيكون موفر في الطاقة والمعالج الرسومي أدرينو 642 إل حرفيا المعالج هيقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات الألعاب أو الإنترنت أو في أي تصفح آخر المعالج قوي وكمان بيدعم تصوير 4K وده من أهم مميزاته أما عن كاميرات البوكو إكس 5 برو الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتعة عدسة 2.4 وبتدعم الـ HDR والبانوراما وتصوير الفيديوهات بجودة الـ Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية برضو الكاميرا الأمامية هتقدم أداء كويس جدا من حيث الجودة أو الألوان أما الكاميرات الخلفية للموبايل بتكون سلاسية مع فلاش ليد الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتعة عدسة 1.9 أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتعة عدسة 2.2 وخاصة بالتصوير الواسع الألترا ويد أما الكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتعة عدسة 2.4 خاصة بالتصوير الماكرو وبتقرب الأشياء الصغيرة طبعا الكاميرات بتدعم الـ HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء وبعض الاوضاع اللي تخلي الصورة ريئة واضحة ما فياش اي مشاكل وكمان بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفور كي ودي حاجة كويسة جدا لكاميرات البوكو اكس فايف برو الكاميرات هتقدم اداء كويس جدا لانها بدك 108 ميجا بيكسل فدي حاجة كويسة زائد انها بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفور كي ودي حاجة كويسة جدا وده برضو من اهم مميزات الكاميرات الخلفية للبوكو اكس فايف برو نيجي بقى البطارية الموبايل البطارية اظروفها بتكون بسعة 5000 ميلي امبير وشاحن سريع بكوت 67 وط حيشحم وقته قليل جدا وكمان منفذ الشحن تايب سي وبتدعم الشحن العكسي البطارية قوية وحددوم لوقت طويل في كل الاستخدامات وحيساعد في كده دكت تصنيع المعالج الموفرة للطاقة الستة نانو متر اما الوان الموبايل الاسود والازرق زي ما هو واضح قدام حضراتكم نيجي بقى المحتويات علبة البوكو اكس 5 برو بيكون موجود ايه في العلبة؟ بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة وموجود رأس الشاحن وكابل يوسي بي وجراب لحماية الموبايل ودبوس معدنة للاستخراك شريح الاتصال وكارت الموماري ودليل البدء السريع وشهادة الضمان طبعا زي ما كلنا عارفين مش بيكون موجود سمعات الهند فري وده اصبح امر عادي في معظم الشركات نيجي بقى الاخر حاجة وهي سعر البوكو اكس 5 برو ودي اللي حنهي بيها الفيديو هقول السعر بالدولار وبالمصري ولو انت عايز تعرف سعر الموبايل بعملة بلدك سيب لتعليق وحرد عليك فورا اولا سعر الموبايل للنسخة رام 6 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بيت 300 دولار امريكي بالمصري حوالي 9100 جنيه اما النسخة التانية رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بيت بسعر 350 دولار امريكي بالمصري حوالي 10600 جنيه وزي ما قلتلك لو انت عايز تعرف سعر الموبايل بعملة بلدك سيب لي تعليق وحرد عليك فورا ده كل شيء عن البوكو اكس 5 برو لو عجبك الفيديو عامل لي لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان وصلك كل جديد فعالة من الموبايلات والتكنولوجيا لو بتشوفني من على اليوتيوب اما لو بتتفرج من على الفيسبوك لايك للفيديو ولايك للصفحة اشوفكم على خير في فيديو جديد ما تنسوش تصالوا على النبي سلام